اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة منظومة النقل العام المخصصة لخدمة الجمهور من خلال نقل الأشخاص بدون ما يكون صاحب المركب يحمل ترخيص نظامي من وزارة المواصلات هو أيضا يمس سلامة النقل ويمس سلامة أيضا الركاب باعتبار لا بد أن يحاط النقل العام بمنظومة آمنة تحمي السلام المروري أيضا تحمي سلامة الركاب أمنيا لذلك تمتلك وانت يا شبقي العقوبات تمتلك من هذه البحرين منظومة تشريعية وعاقد كل من يمس من النقل العام من خلال هذه الممارسات الخاطئة اللي تكون في صورة النقل الغير نظامي نعم اللي أثر من خلال ناس ما قلنا سلامة النقل وأيضا خلق منافسة غير شريفة لأصحاب المهن النظامية اللي عندهم ترخيص لنقل الركاب نعم 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 والله الحمد يعني اللي دار عام المرور ونسما قلت يضبطت عدد من هذه السواق المخالفين اللي بلغ من 1 يوليو 43 مخالف لحد الآن وحالتهم اللي جاءت القضاء المختصة من خلال نياب العامة ومن ثم بدور نياب العامة اللي حالتهم للقضاء ونزلت بهم العقوبة وقال القضاء كلمتي فيهم وأيضا شملت أحكامهم أحكام تكميلية بالإبعاد أيضا بالإضافة لعقوبات الجنائية شملتهم أحكام بالإبعاد نعم كيف تقيم مستوى الالتزام؟ الالتزام بالقوانين والالتزام بالأنظمة الصادرة من الإدارة العامة للمرور لله الحمد يعني نحن في المنظومة المرورية من الركة البحرين تعتبر من الدول الرائدة في إدارة الحركة المرورية ودعما يقاس العمل المروري أو المستوى المروري بالأرقام عند المنظمات المختصة بالأمور المرورية نعم الأرقام الحمد لله مبشرة والأرقام نحن نعتبر من الدول المنخفضة جدا إن لم تكن من الدول التي تعتبر من أقل الدول ارتكابا للحوادث المرورية والمخالفات المرورية حتى في مجال النقل العام وإن كان يتم تداول بعض الوسائل التوافل الاجتماعي لهذه الفئات ومكاء أو بأر تجمعها لكن هي لا تشكل لها الحمد ظاهرة متفشية نفس بعض الدول الغير لأن نحن لا الحمد بتوجيهات مسائل صاحب وعلى الوزارة الداخلية لا نترك مجالا ويتم رفع كل ما يتم تداوله ويتم اتخاذ جهات القانونية وحالة المخالفين للقضاء لنزال العقوب عليها إذن الرائد خالد بوكيس مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية شكرا جزيلا لك